أهلا بكم من جديد حياكم الله وعلى هواي مباشرة من ايوان تي في دائما نخليك بالبيت جائحة كورونا وضيوف أعزاء من كل دول عربية كانوا هنا في زيارة في المملكة كان هناك حضر لكن بحمد الله يعني اضطروا يظلهم موجودين معروف الأردنيين بلد الضيافة بلد الكرم بلد الشهامة الزميلة الإعلامية رانيط بيع يعني اجت سياح على الأردن قبل كورونا بيوين ثلاث منعوا حركة الطيراء الأردنية والمصرية فاضطرت أنه هي الضل بالبالد نرحب بها زميلتنا الإعلامية رانيط بيع أهلا أم بحضرتك مساء النور وحضرك بخير ومعاربين أصف لي شعورك ونتي في أردن أولا السياحية قبل كورونا السياحية خريني أحكي شغلة الأول أنا ثاني مرة أجل أول مرة جيت بشهر اثنين حصلت سيول ومطر وكده ما عرفت استمتع بس كررت بس بصراحة أنا كررت أرجع لسبب واحد من أول ما نزلت من المطار يعني كيف الاستقبال ابتسامة ما بتفرقش حد بصراحة عاد يقولوا أنا كشرين آه يعني بصراحة اللي ابتسامة يعني مش كشرين نحن الأردنية خالص خالص يعني زي ما حضرتك قلت بالمقدمة أهل كرم ودي فعلا أهل كرم والله الحمد لله والله يعني أنا حسها بحالي في مصر يعني من أول ما نزلت من الطيارة من الاستضافة من المضيفات اللي في الطيارة هيك السامة ما بتفرق وشوهم بصراحة يعني مش محددين الجنسية يعني مش للأردني بس لأ للمصري والعربي وأي حد داخل على البلد فكررت أنا من المعاملة أرجع أكتشف إيه الشعب ده يعني أشوف إيه الشعب آه تاني مرة بصلت بيها بكورونا جتيني الحلقة الأخيرة يعني أنا جيت الطيارة لقبل بالزبط آه الحجز الصحي قبل القرار الحجز الصحي بساعة بساعة يعني زيارة موفقة بصراحة بس بالله يعني هي رغم الكورونا ورغم الأحداث بصراحة أنا مش حاسة بيها آه يعني الأمن الأمان التعليمات الحمد لله يعني بصراحة الشعب حتى رقي يعني مرتقي بالتعليمات يعني أنا حتى بشوف في الحظر لما بتيجي ستة ستة وبدقيقة ما بلاقي يعني كلنا على البيت طيور طيور والله طيور والله يعني أنا بستغرب أنا نفسي كنت بصور بستغرب بشوف في التلفزيون بتابع بالتلفزيون أني بشوف دول تانية آه بينزلوا بيفوتوا مش منتبهين للموضوع مش واخدينه بجدية بزاي الشعب الأردني لا هو ياخد الموضوع بتعامل معاه فعلا ده وباء بتعامل معاه بكل أشكاله يعني إذا أنت عاشت المرحلة أول دخول وباء كورونا الأردن يعني كيف قيمت الإزراءات الحكومية أنت إعلامي أكيد معارفة شو معنى إزراءات حكومية والتزام المواطني بهذه الإزراءات أنا شايفها بصراحة من وجهة نظري فوق الممتازة يعني كلمة ممتازة وليلة لو إحنا قعدنا نشكر الجيش والملك والكيادات بتاعت الدولة مش هتكفي يعني أنا كمصرية مش هتكفي الأمن واحد القانون بتطبق على الكل سواء مصري أو على أردني طبعا حتى لو حصل حاجة يعني بصدفة وكسرت مثلا أو نزلت أو حاجة برضو بيتعاملوا بلطف لا يعني إحنا خايفين على مصلحتك وبيبتدوا يحكوا بإزاي دول تانية أنا بشوف يعني بتابع بالأخبار لا فيه انتهاكات بالزبط طب بكل الدول العربية لما ينزل الجيش الناس بتخاف أو المواطن بيخاف إحنا لقى يعني كيف من وجهة نظرك كيف شفت الجيش الأردني القوات المسلحة مش الأمن إحنا في عندنا ترا فرج ما بين الأمن والجيش أوه أكيد يعني أنا شايفاهم فيه تيبة يعني إحنا بمصر مثلا بيحكوا عن الشعب إنه طيب نفس الكلام أنا شايفا أن الجيش برضو الاتسامة التعامل الركي يعني حتى لما بيسأل حد فين تصريحك أو فين لو سمحت يعني كلمة لو سمحت وبعد إذنك بالاتسامة بتكفي بتكفي بصراحة من الجيش كنت ملتزمة بالإجراءات والتعليمات آه طبعا يعني ما خرقتي ولا أي قانون لا طبعا بعد الستة قبل الثمانة يعني ما في بيتك بيتك أبني ستة أبني ستة قبل الستة لازم تكوني بالجيش أنا ببص بالساعة أو ما بتوصل خمسة ونص حتى لو بشتري طلبات خلاص بوقف وبارقع طيب من يوم ما صارت الكورونا الأعداد اليوم ما أعلن وزير الصحة أعتقد ستمية وعشرين حالة من شهرين أو أكثر مقارنة بدول أخرى وصلت الآلاف يعني في دول عربية وشقيقة خليجية باليوم 1200 و1300 إحنا على مدار 60 يوم أو أكثر بعدنا برقم 600 شو هذا الرقم يعني؟ ده يدل إن الشعب عنده عي وعند ثقافة وعنده التزام يعني هو بلتزم بالقوانين وخايف على حاله هو طبق القوانين عشان كده دي النتيجة وعشان كده إنتوا بتحتفلوا يعني كان من يومين أنا شايفة فيه قنوات بتتكلم إن ابن هنحتفل فيه إحتفالات بالزبط وفيه إحتفالات ده نتيجة إيه؟ نتيجة شعب نتيجة كيادة نتيجة جيش نتيجة إن إنت نفست قرارات يعني قرار تحط وما تنتبقه ده نجاح ده نجاح يعني أنا في وجهة نظري أنا شايفة إن الدولة الوحيدة العربية اللي نكحت هي الأردل بصراحة الجيش الأبيض سمينا الجيش الأبيض للقطاع الطبي والصحي يعني أيضا كإعلامية كيف ترى الأطباء والممرضين والقطاع الصحي بشكل عام؟ يعني بشكل عام أكيد إحنا لو قلنا كلمة شكرة هتبقوا قليلة عليهم لإني زيه زي الجندي اللي واقف على الجبهة وضحى بروحه لكن نفس الكلام ده واقف بيحارب وده بيحارب بس الفرق إن ده بيحارب مجهول هو بش شايفه بس بيحاربه فيروس جرثومة بس بيحاربه يعني هو واقف ما خافش منه غير اللي واقف على الجبهة غير الجندي هو عارف إن العدوة هيجي من هنا أو شايفه على الأقل لكن ده بش شايف يعني ضحى بكل حاجة طب شو توجه رسالة للقادة العرب وللشعوب العربية من هون أولا بصراحة يتعلموا من الشعب الأردني من قياد الأردني طبعا طبعا ومن الشعب كمان الشعب التزم الشعب التزم طبق القرارات مفيش حد أنا ما شفتش حد طلع برر حظر أنا كنت بقى في الفندق يعني ببص بصور مفيش كيش حركة الطيور مش لقياها والله الطيور بستمى مش لقياها حتى الحضر على الطيور كمان ممنوع والله الطيور ما لقياها بستمى يعني فعلا طيب رسالة لأهلك في مصر وكل الشعب المصري ولأهلك أمك وأبوك وإخوانك وخواتك على الكاميرا أكيد طبعا أنا بقول لكل الهدي إذا شايفينك طبعا هم أكيد بقول لهم طبعا كلهم وحشوني وياريتي طبقوا الكرارات زي ما كل أردن بتطبق الكرارات ياريت الشعب المصري كل يلتزم عشان نوصل لنفس المرحلة إلى الأردن وصلت لها شكرا إن شاء الله يا رب أن المرض يختفي من الأردن ومن مصر وكل الدول العربية وحتى من العالم وأنت زميلة إعلامية راني طبيع تحيات إليك شرفتيني أهلا وسهلا ممنوع بعد الحضر دقيقة على البيت لا أكيد أكيد من خمسة ونص وأنا بالبيت على طول شكرا جزيلا شكرا فاصلا بعد الفاصل ابقوا معنا